جرمون تشيدوا به الدنيا بعمتها على المنائم من عرب ومن عجم أحيا بك الله أروحا قد اندثرت في تربة الوهن بين الجأس والصنم مرحبا بكم أخوتي المشاهدين مرحبا بكم أخوتي المشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحاول أن نعرف ونتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية في عباداته في معاملاته في تصرفاته من أجل أن نقارب في الاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولقد علق الله جل وعلا في الكتاب العظيم في آيات كثيرة الرحمة والهدى والنجاة والخير بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قرن في آيات كثيرة بين طاعته جل وعلا وبين طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام كما يقول جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم فعلق الفوز العظيم بطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هناك سؤال دائما الإنسان يسأل نفسه به أو يسأل غيره عنه ما هي أسباب زيادة الإيمان كيف أزيد إيماني كيف أقوي إيماني كيف أجنب إيماني الضعف والنقص من أعظم أسباب زيادة الإيمان بعد العلم بالله وبأسمائه وصفاته العلم بالشريعة على وجه التفصيل كذلك التفكر في مخلوقات الله وآلائه ونعمه العمل بما تتعلم من عبادة وطاعة وأخلاق الأذكار والأدعية من أسباب زيادة الإيمان الذكر الدعاء الله جل وعلا يقول ألا بدكر الله تطمئن القلوب اليوم الناس يشتكون في بيوتهم من القلق والهم والاضطراب النفسي وكذلك العلاقات الأسرية يشتكون بعضهم يقول في مسم من الجن في مشكلة في جسدي في عقلي في نفسي وهكذا بعضهم يذهب إلى طباء النفسيين وبعضهم يذهب إلى الرقات الشرعيين بل أحيانا تجاوزون هذا فيذهبون إلى المشعودين والدجالين كل هذا يريدون أن يعالجوا أنفسهم من القلق والهم والحزن والحزن وما يجدونه أيضا من أمور أخرى ذكر الله جل وعلا لو أن الإنسان التزمه في يومه وليله في حياته ولسانه لا يزال رطبا بذكر الله جل وعلا لوجد الطمأنينة والسكينة والهدوء ووجد الخير ووجد أيضا ابتعاد شياطين الجن والإنس عنه وكذلك وقته وفراغه يشغله بالحق الذي يمنعه من أن يتفكر في الأفكار الرذيلة أو الأفكار المقلقة أو المحزنة اليوم سنحاول في هذه الحلقة أن نذكر بعض ما أرشدنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية وأذكار لأن الدعاء هو يدل على حاجة العبد إلى ربه جل وعلا من الذي بيده خزائن السماوات والأرض من الذي بيده أمر كل شيء من الذي بيده كل شيء من الذي يقول لشيء كن فيكون هو الله جل وعلا ونحن ضعفاء ونحن محتاجون دائما إلى ربنا جل وعلا أن نسأله ونطلب منه وأن ندعوه فنريد أن نعرف بعض أحكام الدعاء والأدعية بعض شروط الدعاء بعض موانع الدعاء كذلك الأذكار والذكر يعني سيكون أمر مجتمع ومختلط بينهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تأملوا معي الدعاء هو العبادة إذن أنت لما تدعو الله جل وعلا تدعوه وأنت في حال تعبد لله تعالى من هنا نفهم كلمة أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه لما يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء يعني بمعنى أنه أنا أسأل الله تعالى أن يوفقني أن أدعو أن أدعوه أن أسأله يعني كثير مننا أصلا ما يدعو الله ولا يفكر أن يدعو الله جل وعلا إلا في حالات استثنائية فقط لكن في يومه وليلة لا يفكر يعني كأنه مستغن عن ربه إلا إذا اضطر إليه فعمر رضي الله عنه يقول أنا ما أحمل هم أن الله يستجيب لي أم لا أنا أحمل هم أني هل سأدعوه وأسأله وأنا أدعوه وأسأله هذا بحد ذاته عبادة تقرب إلى الله جل وعلا استجاب أم لم يستجب هذه نتيجة بيد الله جل في علاه الدعاء والعبادة يدلنا على أن من دع الله تعالى فقد عبده ومن دعا غير الله فقد عبده يعني من دعا نبيا أو ملكا أو صالحا أو وليا أو ميتا إلى آخره أو غائبا غير حاضر هذا عبده ولذلك لا يجوز أن تدعو غير الله إذا أردت أن تدعو أدعو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض من بيده أرواح الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء وبيده قلوب الخلق جميعا لماذا لا تتوجه إلى الله جل وعلا ونحن في ديننا ليس هناك واسطة في الدعاء ولله الحمد والمنة لذلك الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ما قالوا ادعوا الأولياء والصالحين أو اجعلوا بيني وبينكم أولياء والصالحين ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي قال كثير من المفسرين هنا المقصود بعبادتي يعني الدعاء الذي يترك أن يدعو الله جل وعلا يقول أنا أعتمد على نفسي وأن ليثقة مطلقة بنفسك الملاحدة وإخوانهم الذين انقطعوا عن ربهم جل وعلا واعتمدوا أو يظنون أن الأمر إليهم وإلى المحسوس الذي حولهم فقط دون الغيب ودون ربهم جل وعلا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين إذن الدعاء عبادة يجب أن تكون فقط لله خالصة جل وعلا لا يجزء أن تصرف لغيره الدعاء أيضا ينبغي أن يحرص عليه العبد لأن تركه استكبارا واستعلاءا هذا من المحرمات والمنهيات عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الله ما أجمل هذا الحديث كلما مر بي وقفت متأملا فيه مستفيدا منه لما النبي صلى الله عليه وسلم يمثل يقول الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ذكر الله جل وعلا ذكره باللسان وذكره بالقلب وذكره بالحال الذكر ليس فقط باللسان وإنما بالقلب والجوارح وليس فقط بالقلب والجوارح باللسان أيضا إذن هي عملية تكاملية يكمل بعضنا بعضا أي اللسان والقلب والجوارح ولذلك أعظم صورة للذكر هي إذا تواطأت هذه الثلاثة على ذكر الله جل وعلا نعم إذا ذكرت الله باللسان دون أن يتواطأ مع القلب والجوارح هذا إذن ذكر ومؤجور عليه وهكذا ولكن أفضله وأحسنه ما تواطأ عليه الثلاثة لذلك قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت يعني تصوروا معي وتخيلوا معي الآن عندك رجل حي يجلس بجنبك ورجل آخر بجنبه ميت يعني كيف الصورة الآن صورة ميت وحي وحي تختلف اختلاف كبير كذلك الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كالحي والميت ولذلك هؤلاء الذين نشعرون بالقلق والهم والغم ومس الجن وإلى آخره نقول لهم إن ذلك من أسبابه ترك ذكر الله لأن ترك ذكر الله موت وليس بحياة فاصل ونواصل بإذن الله تعالى مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام نتابع الحديث عن الأدعية والأذكار التي هي سبب من أسباب زيادة الإيمان وسبب من أسباب تحص المسلم والذاكر والداعي من الأدواء ومن الأعداء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرا يمد يديه للسماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هذا الحديث يبين لنا الارتباط الوثيق والكبير بين الرزق الحلال بين المطعم الحلال بين المال الحلال المشرب الحلال الملبس الحلال الراتب الحلال العمل والمهنة الحلال وبين استجابة الله للدعاء هناك ارتباط بينهما يعني من أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وعمل بوظيفة حرام ومهنة حرام ارتشى اكتسب ماله من حرام عن طريق التزوير والرشة وأكل المال العام إلى آخره هذا يؤثر على استجابة دعائه يؤثر على قبول الله لدعائه الله جل وعلا أمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحا وأمر المؤمنين أتباع هؤلاء المرسلين والأنبياء بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله جل وعلا فلذلك الذي يريد أن يستجيب الله جل على دعائه رجل أم امرأة عليه أن يطيب ملبسه ومشربه ومطعمه أنت الآن في رمضان وتأتي تفطر على طعام شراب وهو أصلا من مكسب حرام خدته عن طريق الرشوة خدته عن طريق التزوير خدته عن طريق غصب أموال الناس عن طريق الاختلاص وهكذا كيف تطيب نفسك الآن كيف يستجيب الله دعائك في صلاة التراويح في صلاة قيام الليل كيف سيستجيب الله دعاك في صلاة الوتر عندما تدعو قنوة الوتر كيف سيستجيب الله دعاك وأنت مطعمك ومشربك حرام إذن من موانع استجابة الدعاء بعض الناس يسأل يقول أنا أدعو الله جل وعلا ولا أرى أثر تلك الدعوة في إجابة الله فيها أو لها نقول ابحث في نفسك في مطعمك في ملبسك في مشربك هل أنت ممن تحرص على الحلال أم تخلط ذلك مع الحرام إذن من موانع الدعاء عدم أكل الحلال أو أكل الحرام من موانع الدعاء ملبسا مشربا راتبا عملا من موانع استجابة الدعاء حتى لو كنت مسلما حتى لو كنت مصليا حتى لو كنت صائما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه الله أكبر تأملوا معي أخوتي المشاهدين أنت الله جل وعليه يقول إذا عبدي ذكرني قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله 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 أكبر لا حوله ولا قوة إلا بالله حسبنا الله نعم الوكيل قرأت القرآن الكريم إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه أنا كنت معه معه بالعناية والرعاية والعلم والحفظ والتأييد جل فعلا هنا الله جل وعلا يقول أنا مع من مع الذي يذكرني تصور معي لو أن الواحد مننا قال له ذلك رئيس جمهورية أو مسؤول كبير قال له أنا معك افعل ما تشاء في الموضوع الفلاني وأنا معك كيف سيكون شعورك لا يصف فكيف ولله المثل الأعلى إذا كان ذلك من ملك الملوك انظروا إلى همية الذكر لما تجلس الآن وتقول سبحان الله مئة مرة الحمد لله مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة انظر واستحضر هذا المعنى أن الله معك الآن لما تقول ذلك معك بحفظه وتأييده ورعايته هذا سيعطيك نشاط ويعطيك قوة إيمان ويعطيك استحضار وتأمل وتفكر فيما تذكره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ يعني في مجماعة من الناس تجلس الآن في مجلس في بيتك خارج بيتك في حديقة في نزهة في سفرة وتجلس تذكر الله وأصحابك يسمعون ذلك وذكر الله هنا يدخل فيه الأذكار اللسانية سبحان الله وحمد الله قراءة القرآن تعليم العلم الشرعي قال ذكرته في ملأهم خير منهم الملائكة وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه دراعا وإن تقرب إلي دراعا تقربت منهم باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة سبحان الله لو أن واحدا مننا ذكر في فضائية من الفضائيات اسمه ومدحى وثني عليه وأثني عليه لطار فرحا فكيف ولله المثل على لو ذكرك الله جل وعلا خالقك من العدم هو المتفضل ومن نعم عليك ذكرك أمام الملائكة قال فلان ذكرني فأنا ذكرته لكم أو سأذكره لكم جل وعلا هذا كله يدلنا على ماذا على أهمية الذكر أنت الآن لما تذكر الله أنت لما تذكرين الله وتستشعر هذا المعنى هل سيبقى عندك قلق أو هم أو حزن أو يبقى عندك خوف من الجن أو الشياطين أو كذا إلى آخره لا مستحيل لكن بشرط تواطئ اللسان مع القلب مع العقل مع الجوارح مع التأمل والتفكر عن نبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر وأنا أقول الله أكثر وأكبر جل وعلا تأملوا معي هذا الحديث أيضا يجيب عن سؤال دائما يطرح أننا ندعو الله جل وعلا بآداب الدعاء ولا يعطينا ما دعوناه به فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله جل وعلا لن يترك دعوتك هملا أو هملا ولن يتركها أو ينساها جل وعلا وإنما الله تعالى لما يسمع دعوت واحد منا إن كان في أمر خاص أو في أمر عام في أمر شخصي أو في مصلحة عامة يعطيه إحدى ثلاث بدعوته هذه واحدة من الثلاث إما أن تعجل له دعوته يستجيب الله لك في نصرة على ظالم في دفع ظالم مثلا في نيل رزق في دفع فقر وضيق معيشة يعجل لك العقوب هذا يحدث كثيرا يدعو العبد فيستجيب الله له الثانية وإما أن يدخرها له في الآخرة إذن هناك من أدعيتنا التي ندعوه إياها جل وعلا ما يدخر لنا أجرها وثوابها إذن أنت لم تجد أثرها في الدنيا وذلك أنت تقول الله ما استجاب لي لا ولم بل الله تعالى استجاب لك لكنه جعلها ثوابا وأجرا لك في الآخرة وهناك قد تحتاج إليه في الآخرة أكثر من الدنيا كثير من الصعوبات والمصائب التي ندعو الله من أجل نفع عنا تمر علينا وتروح وصير قصة وسالفة وكلام وحكي لكن في الآخرة تحتاج إلى حسنة فلذلك يدخرها الله لك هنا الدخار مو عندنا الآن دخار واحد يدخر فلوس يدخر نقود في رصيد كذا عندك مدخرة هذه ما ذهبت ولن تضيع لأن الذي يقوم عليها رب العالمين جل وعلا الثالثة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها يعني أنت دعوت الله جل وعلا أن يصرف عنك أن تسجن ظلما فالله تعالى استجاب لك لكن إيش دفع عنك القتل الذي سينتج عن عدم سجنك لأن مثلا هناك من يبحث عنك طبثار منك أو يبحث عنك يريد قتلك مجرم أو مكفر يبحث عنك فهذا الإنسان يريد أن يقتلك فقدر الله تعالى أنك سجنت حتى ماذا حتى لا يصر لك هذا القاتل وهذا القاتل بعد ذلك انصرف عنك إما قتل أو سجنه وهو أيضا إذن أنت سألت ولا تسجن لكن هو دفع عنك سوء أعظم أنت لم تلحظه إذن الحمد لله كل دعواتنا مستجابة أنا أقول لكم بهذا الحديث النبوي كل أدعيتنا مستجابة وأكثروا في الدعاء والله أكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكننا قوم عجلون فاصل ونواصل بإذن الله تعالى مرحبا وأهلا بكم نتابع الحديثة عن سبب من أسباب زيادة الإيمان وأيضا هو حصن حصين في دفع الأذى والشرور عنك المادية والمعنوية وهي الأدعية والأذكار عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذا حديث جليل وطيب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سائل يقول يا رسول الله شرائع الإسلام كثرت علي يعني شعب الإيمان اللي هي تصل إلى 63 شعبة كما جاء في الحديث أو 73 شعبة في رواية أخرى فهي شعب كثيرة وشرائع كثيرة وهذا يشعر به أي متعبد أو سالك لطريق العبادة فيقول أريد تدلني على شيء يكون جامع لذلك كله قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا يعني دائما خلي لسانك يجري عليه ذكره جل وعلا ذكر الله تعالى بلا إله إلا الله بالحمد لله بسبحان الله بالله أكبر بقراءة القرآن وهكذا إذن ذكر الله جل وعلا أعظم شعيرة وشريعة من شرائع الإسلام بعد أركان الإيمان الستة وبعد مباني الإسلام الخمسة هذا يعني أمر عظيم لأنه أنت كلما ذكرت الله تواصلت معه واتصلت به إذن ذكر الله جل وعلا أيضا من أسباب استمرار العبودية له واستمرار طاعته كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والمراد باليقين هنا الموت يعني يعبد ربك جل وعلا حتى تموت وهذا لا يكون إلا بالذكر هو من اسم ذكر يعني يذكرك بالله جل وعلا الإنسان الذي لا يذكر الله جل وعلا فكيف سيتعلق قلبه به وكيف سيتواصل معه وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا عجل هذا يعني لما لم يقول اللهم صلي على محمد في دعائه يعني معنى أنه حين ترك الترتيب في الدعاء وعارض السؤال قبل الوسيلة اللي هو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء هذا من آداب الدعاء من آداب الدعاء أنك تبدأ بدعائك بالحمد لله والثناء عليه تقول الحمد لله وبعد ذلك تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو إذن من آداب الدعاء تحميد الله وثنى عليه والصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام وقل ما يكون أن تقول اللهم صل على محمد أو تقول صلى الله عليه وسلم أو الصلوات الإبراهيمية التي نحفظها في صلاتنا هذا متى؟ عندما تدعو الله جل وعلا لماذا؟ لأن حمد الله وثنى عليه وسيلة إلى الله جل وعلا تتوصل بها إلى تحقيق مقصودك وكذلك الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم عمل صالح تتقرب به إلى ربك جل وعلا فيكون أيضا موصلا إلى مرضات الله وإلى تحقيق مطلوبك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء هناك من الأدعية أخي المشاهد هي تسمى جوامع بما معنى جوامع؟ يعني تجمع الخير كله الدنيوي والديني الدنيا والآخرة لأن بعضنا اليوم يدعو أدعية إما أن تكون ناقصة قاصرة يعني هو من عنده يصنف أو يؤلف أو يكتب أو يبتكر دعاء ما فيه خطأ ولا فيه مخالفة للشرع لكنه غير جامع فيه نقص فيه قصور يدعو مثلا للدنيا وينسى الآخرة أو يدعو للآخرة وينسى دنياه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت جامعة مانعة ومنها مثلا عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالكوامل الكوامل يعني الأدعية الجامعة الكاملة أو كلمة أخرى فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك قالت له أي شيء الكوامل فقال لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله انظر هذا الأدعية هذا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من يسألك من الخير كله كل ما هو خير دخل في هذه اللفظة عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ما علمت أنا وما خفي عني ولم أعرفه وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل انظر أسأل الجنة وكل قول أو عمل يقربه إلى الجنة وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل استعيد من النار وكل قول أو عمل يؤدي إليها وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيدك مما استعادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا يعني دعاء كامل شامل عام جامع هذه الأدعية التي العبد لا يحتاج بعدها إلى أن يزيد عليها أنا أنصح كل من يشاهدنا الآن أن يقرأ الكتب التي ألفت حتى يتابع معي في هذه الحلقة والحلقة القادمة التي هي عن الأدعية والأذكار عليها أن مثلا يقتني كتاب حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة وهذا كتاب مشهور وهو صغير وممكن تحمله في جيبك وتقرأ إن لم تستطع أن تحفظ وكذلك كتب الأذكار الموجودة في يعني الهواتف الذكية موجود فيها أيضا برامج وتطبيقات للأذكار لمن لم يمع حتى هذا حسن المسلم موجود أيضا كتطبيق تستطيع أن تنزله في هاتفك الذكي فالحمد لله اليوم الله يسر لنا بهذه التقانة والتقنية يسر لنا أن نصل إلى كثير من الكتب ومن المنشورات بما يغني عن غيره عن بريد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الداعي والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى لذلك العلماء قالوا اسمه الله الأعظم في هذا هو الله لأنه قال اللهم يسألك بأني أشهد أنك أنت الله فهو الله اللي هو علم على جميع أسمائه وصفاته جل في علاه وأيضا عن أنس بن مالك رعانه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فذكر مسألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دع الله قال فقالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وهذا أيضا الحديث الثاني سدل العلماء على أن اسم الله الأعظم هنا يا حي يا قيوم فممكن أن يكون هذا وذاك يعني بمعنى أن المسلم يتعلق بأسماء الله الحسنة جميعها وفيها لا شك اسم الله الأعظم أنت أدعو بأسماء الله جل وعلا واسأل الله ذلك واجعلها وسيلة إليه عندما تطلب شيء وذلك الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها مع الأسف كثير من المسلمين ترك أسماء الله جل وعلا وبدأ يدعو بأسماء المخلوقين من أجل ولي فلان والنبي فلان والصالح فلان والقريب فلان ادعو الله ادعو باسم الله أسماء الله الحسنة سأله بها جل وعلا وبما يناسب المسألة تقول يا رزاق يا كريم ارزقني يا رحمن يا رحيم يا غفور اغفر لي يا جبار يا عزيز انتقم من المجرمين وعن أبي هريرة رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ربي فلم يستجب لي أيضا من موانع الدعاء العجلة فيه كيف العجلة يبدأ يصخط ويشك ما الله دعوت الله وما استجاب لي دعونا الله يخلصنا من الظالمين ما استجاب لنا هو قولك هذا سبب أن الله ما استجاب لك فاحذر من هذه الكلمة الحديث ذو شجون والموضوع مهم غاية الأهمية لأن بهذا طريق إلى عبادة الله واطمئنان النفوس والقلوب ونيل رضوانه سنكمل في الجزء الآخر أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين الداعين له ونسأل جل وعلا سجيب دعاءنا فيفرج عنا ما نحن فيه في بلدنا وفي محافظتنا وأن يفرج عن كل ذي هم وغم وقلق واضطراب وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ويغفر لنا ذنوبنا ويعتقنا من النيران ويدخلنا الجنان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جرمون تشيدوا به الدنيا برمتها على المنائم من عرب ومن عجم أحيى بك الله أرواحا قد انكثرت في تربة الوهن بين الجأس والصنم ترجمة نانسي قنقر